اليوم إن شاء الله دكتور ماتو قدي يتحدث حول نظام المساعدة الطبية تحديداً للمستفدين والمستفدات بالنظام المساعدة الطبية رماد واش غدي تشملهم الحماية الإجتماعية واش نفس الخدمات العلاجية كل ما كتلق بالموضوع تفاصيل أكثر طبعاً في معلومة اليوم دكتور رماد هاد الموضوع حيث الناس دبا بزافت يتساءلوا اللي عندهم بطاقة الرميد أشنو يكون المصير ديلهم من بعد هاد المشروع الملكي ديل تعميم الحماية الإجتماعية واش غدي يبقوا عندهم بطاقة الرميد ولا غدي تزول بطاقة الرميد واش غد تكون عندهم شي خدمات خرى والجواب جاء طبعاً في هاد القانون ديل هاد المشروع اللي هو تعميم الحماية الإجتماعية أوتي يوضح بأنه نزل رميد غد تبقى عندهم بطاقة الرميد لأنه بعدها سنعرفوا العدد ديلهم شحال 11 مليون شخص اللي كي تسافد بطاقة الرميد كانوا لحدين أن في بطاقة الرميد كي خلصوا واحد المبلغ اللي هو رمزي كي المساهمة ديل الجامعة والمساهمة ديل الأفراد على حسب الدخل ديلهم على حسب درجة لها شاشة ديلهم المشروع طبعاً نتكلم بناء على القانون والمقتضية ديل القانون والمشروع كيف كتشوفوا الصندوق الوطني اللي هو اللي متكفل بهاد الخدمات يتهاد 11 مليون غد تبقى عندهم البطاقة ولكن غد يستفدوا من الخدمات ديل الصندوق الوطني الضمن الشمعي وغيبقى يونجوا حتى هما الخدمات السشفائية يعني الطبية ديل المساحات الخاصة ما يبقى حتى بل عنده بطاقة الرميد كي يمشغل المسشفية العمومية من أم بعد نهاية السنة ان شاء الله 2022 غيبدوا يستفدوا من الخدمات الطبية حتى ديل المساحات الطبية بحال هادك اللي يخدم في البنكة ولا هادك السيدة اللي خدمة في شركة ديل القطاع الخاص شركة تأمين ولا شركة ديل التليفونات وذلك الشركة اللي كتعارفهم الكبار ومن خارطين في صندوق الوطني الضمن الشيء وعندهم خدمات حتى الناس اللي عندهم بطاقة الرميد على حسب القانون دائما تنقول غيبدوا يستفدوا من نفس الخدمات يعني في مرحلة الأولى تغطية الصحية وما غي يخلصوش هذا الخلاص الرمزي اللي كانوا غادي يخلصوه اللي كانو كي يخلصوه في الرميد ما غاديش يخلصوه الدولة يلي غادي تكفل بالأداء عليهم ذاك القسط ديل التأمين اللي غايعطينا في المقابل الخدمات لهذا الناس لأنه من ضمن نقطة ضعف ديل بطاقة الرميد هو هاد الأداء حيث الناس ما عندهمش تباش يخلصوه تذك الالفين وستمائة ريال في العام ما عندهمش باش يخلصوه ولي اليوم دكتور تلاف ولاب عالاف ريال في العام ما عندهمش باش يخلصوه ديل الرميد إن دابا من غي تحول صندوق الوطني طمع شي معي ما يبلاش يخلصوه إني يدخلو بدل عملية جراحية ما يديش دكتور بحاله بحال الصندوق لا غادي غادي يستفد من نسبة مئاوية لي لكينا يعني كي يجل مسحة تيخلصوه تعملو ريكات في حدود 85% إذن هو غادي تحمل 15% الفرق نعم يعني غادي يرجع بحاله بحال نزل الصندوق الوطني الضماشيه هذا في المرحلة الأولى ستكون تغطية صحية وفي المرحلة الثانية والثالثة غادي يكون إن شاء الله تعويذات العائلية والتقاعد إذن هذا شيء درام مهم ديل 11 مليون الناس اللي كيعيشوا في هذه الوضعية هاشة جدا يعني الضعف الفقر أنا ما أنا ما مصدقش هاد المشروع تدخيلي مع أي واحد الإنسان تيسكون في البادية ما عندوش مسكين باش يعيش ما عندوش باش يأكل وغا تعطالوا بطاقة باش يتسافد بحاله بحال واحد خدام في بنكا إطار خدام في بنكا يعني تهو يدخل مصحة لإنه حال هذي ودبادة في الوقت يعني الحالي وفي السابق الناس كانوا كيتشكوون نزي الرامي تقول كنغي كيشوفني في المشفاد الرامي آه هذاك رامي كحز كحز زيد لنا زيد لنا شوفوا الناس اللي عندوه الفلوس لعما هادوك الناس ما معنينش هالشي كان واقع ما كانش كيدلوا لكل شي ولكن هاك الشي كانوا تيعانيوا منه الناس كان يعانوا كانوا يعانوا منه كيعانيوا الناس منه وناس سافدوا من بطاقة الرامي البارح كانت عنا شهادة ديالين سانة اللي تصلت بنا واحد السيدة وقال لكا ودي أنا سافدت وما كنت نتخلصتاش عجر المشفى والحمد لله أنا فرحانة بعد بطاقة الرامي تقول لا اليوم غدتتفرح أكثر إن شاء الله في هذا المستقبل القريب يعني في الثلث شهور اللي بقاتوا الاربع شهور باش تسالي هات السنة غدتتكون إن شاء الله تعمات على 11 مليون هاد بطاقة الراميض غدتتتسافد من الخادمات للصندوق الوطنين الضمجي معي يعني غدتتمشي لمسحة الخاصة ولا تمشي لمستشفى العمومي في ما بغدتتمشي غدتتسافد من الخادمات للشخص اللي كيشتغل في البنوك في خطاع خاص كان قول البنوك حدب الناس هادون تلاس اللي عندو بطاقة الراميض نيكيشوفش واحد في البنكة خدام كيبلو الكرافاتاو قويم الجاو الكوستيوم داكش تسيبوا ايش هندبان بحال هادا انا بشجابة بفرق كبير بينه وبين السيد لا تنقوله اليوم على حسب هاد القانون ان شاء الله شي باش نقول لكم احنا رادا حلم هادا انا كان نشوفه يتنزل هادا ويتطبق غد نكون قضينا واحد الخطوة كبيرة في التاريخ ديال الحماية الجماعية في المغرب ان انسان بسيط جدا ضعيف جدا فقير جدا يستفد من خادمات ويستفد من تغطية الصحية اجبارية ديال الصندوق الوطني الضمان الجماعي اذا احنا كان تنتظروا الناس ديال الصندوق الوطني الضمان الجماعي والمتدخلين في هاد القطاع وفي هاد المشروع كلهم تيشتغلوا باش يوصلوا هاد المشروع يوقفوا على رجله من هنا النهاية الفين واثنين عشرين ومن بعده ندوز المرحلة ديالتعويضات عائلة وتقاعد وغد تكون تغطية كاملة هنا غد نكونو حققنا جزء كبير من العدلة الجماعية طبع العدلة الجماعية ما كتكونش محدودة فقط في ما هو حقوق صحية ولكن كين تم دروس كين الساكان كين العمل تهدو حقوق كتحقق لنا توازن ديال العدلة الجماعية فالنظرة الشمولية ديالها ولكن هالجوز ديال تغطية صحية مهم جدا حيث احنا سهلنا بزاف الصحة ديال المغربي درت مجهودات ولكن ما ما كناش راضين على النتائج يعني الحمد لله تغطية تمني جتد بطاقة الرميد تغطية غرض في الوقت لما كان عندنا شي حاجة 11 مليون استفدوا ولو يكون غير مليون استفد من الحداش قطينا شي حاجة ماشي في ذاك الشي اللي كنا كان نتمنى المستوى ولكن استفدوا الناس من هاد البطاقة وكانوا فيها ثغارات كان فيها نقطة ضعف عرفوها الناس المسؤولين عرفوا بيناك نقطة ضعف وكان غادي يكون مشروع باش نغيروا بطاقة الرميد ونغيروا الشروط للسفادة منها ولكن نيجاد مشروع المالكي ديال الحمالي الاجتماعية إذن خلينا هاد الناس الحداش مليون كلهم غادي ندخلوهم في الصندوق الوطني الضميشي مليون يستفدون جميع الخادمات هذي كان ضمن بشرة ديال الخير وكذا عطينا الامل في المستقبل وتنتمنى يتم بنجاح تنزيل هاد المشروع ونشوفو الناس كلهم إن شاء الله عندهم هات تغطية ولا يشافي أي إنسان كان مريض أمين يا رب إذن اليوم كل المستفدات والمستفدين من نظام المساعدة الطبية رميد غادي يستفدوا من نفس الخدمات العلاجية لعند باقي المواطنات والمواطنين طبعا بعد تأميم نظام الحماية الاجتماعية غيروا هذه التغطية الصحية غادي انتهي في 2023 ولكن في 95% ديال الناس غادي تكون تمت تغطية ديالهم وفي نهاية 2023 غا تكون تغطية صحية انتهت يعني انتهي نقع نهائيا باش ندوزو المشروع آخر وغرش آخر اللي هو تعميم التعويضات العائلية باش ندوزو من بعد إن شاء الله للتقاعد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة